مع فريق الوزاري بمنهاج رغم وجود أربع جهات رقبية رسمية هي هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة البرلمانية تقارير صادرة عن لجنتين النزاهة والمالية البرلمانيتين وتقارير محلية ودولية تؤكد هدر أكثر من 300 مليار دولار من مجموع الموازنة الاتحادية ل 15 سنة بسبب مافيات الفساد المتغلغ لا في مفاصل الدولة لا أعتقد أنه مجلس الفساد أو الجهات الرقابية قادرة على استرداد هذه الأموال لأنه أغلبها هرب أيضا عن طريق غسيل الأموال أيضا لا يوجد تنسيق بين العراق والمجلس الأمين أو الدول الأخرى لاسترداد هذه الأموال المهربة حقيقة الأموال التي تهرب إلى خارج البلد هي أكثر من الأموال الموجودة في الداخل في خطوة منه للإيفاء بوعوده رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أعاد تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد للكشف عن الفاسدين وسط تساؤلات عن جدوى تشكيل هذا المجلس وعدم تعرضه لضغوط الأحزاب والشخصيات المتنفذة لا سيما أن ملفات الفساد لا تزال مركونة على الرفوف وأصبحت تستخدم للتهديد بين الكتل السياسية للحصول على المناصب تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله رئيس وزراء عادل عبد المهدي هذا بالتأكيد لم يكن فيه أي جدوى بسبب قوة المافيات الفساد هذا بالتأكيد لم يكن فيه شيء بالجديد اليوم نعتقد أننا نحتاج إلى دعم دولي من قبل الممتحدة حتى نقضي على الفاسدين تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جاء وسط جدل شعبي وسياسي مؤيد ورافض وسط مخاوف من تحوله إلى حلقة فساد جديدة تضاف للمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في البلاد ملف الفساد في العراق يعد بمثابة حقل ألغام يتجنب الجميع الخوض فيه ويؤكد السياسيون أن فتح الملف على مصراعيه يعني نسف العملية السياسية برمتها في رأس الدوليم قناة الفلوجة بغداد